اشتركوا في القناة والانتصار حياة الفرح والنجاح حياة الشفاء والوفرة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة المرة اللي فاتت كلمت معاكوا ازاي الهدف بتاعك انت بتشتغل عشان اول حاجة تجعل حياتك افضل انا برجعهم معاكوا بسرعة عادية دانيال ويوسف اشتغلوا مع ناس غير مؤمنين اذا ما فيش حاجة اسمها انا هشتغل مع ناس مؤمنين يا اما انا ما اشتغلش عشان انا هتأذي لا ايبقى انت مش محصن جوه المؤمنين هتلاقي ناس ممكن تتعامل معاك بصورة مش كتابية هتتعثر تاني حاجة هي انتصر الاخرين وصدد احتياجاتك الشخصية انتصر الاخرين وتوصل ليهم الانجيل تالت حاجة عشان توصل فلوس للانجيل انتشر رابح حاجة وعيزة اقف عندها عشان اشرحها اكتر تسانويكي الاولى اربعة وعدد 11 ان تحرصوا ان تكونوا على ان تكونوا هادئين طبعا انا اتكلمت مرة فيها اني الناس اللي هي بتوع تتكلم وتسعى انها تشوف الاخر اخبروا ايه وعندوا حب استطلاع يقول ان تحرصوا ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصة وتشتغلوا بايديكم انتم كما اوصيناكم لكي تسلكوا بالياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة الى احد مرة فاتت قلتلكو كلمة الذين هم من خارج جاية في ترجمات تانية ان تطالب بالاحترام منهم تاني ان تطالب بالاحترام منهم مش معناها تروح لشخص تقوله احترمني لا اكتاب يقول اول ما انت بتحط رجلك في الشغل او في الدور اللي عليك اذا كان دراسة اذا كان شغل اذا كان بتقوم بمهامك في الخدمة ودي الموكلة اليك وده شغلك في اللحظة دي انت تستطيع انت تعامل متوقع احترام الناس اللي حواليك لان الله خلق الارض عشان نعملها نشتغلها فبالتالي انت واحد الناس اللي ماشي في الطبيعي هتلاقي فيه هيبة جات عليك بسبب كده اذا كنت شخص طوال الوقت معتقد ان الطريقة اللي بيها بتاخد احترام الاخرين هي انك بتزعق في الناس لا كتابيا طريقة هي انك انت تعمل الكتاب يقول عليه دي الطريقة اللي انت تاخد بها الاحترام عشان كده حط في ذهنك ان الشغل هو حاجة من الحاجات انك تعمل الحاجة المطالب بيها لحاجة من الحاجات الالهية مش حاجة شيطانية ولا تعتقد ان انت كونك حطت رجلك في الشغل بقى انت كده سبت الرب لا غير كتابي خالص تعالوا نقرأ مع بعض مبادئ كتابية بخصوص الشغل والعمل افتح معي امثال 14 زي ما قلتلك انت لا تخسر ايا كان الشغل بتشتغل فيه انت لا تخسر استمر فيه ويمسك في شغل تاني ما تسيبش الشغل دواء غير لا تمسك في شغل تاني لكن ما سيبش نفسك كده في الهواء من غير ما أنت يكون متشتغل. لو أنت لقيت الشغل أولاني دوه يتوافر فيه أسباب أنك تسيبه. لكن أولا تكون أسباب أنك عايز تسيب شغلك هو أنك بتواجه ظلم أو تحديات. الكتاب يقول التحديات حينما تواجهك أنت لتواجهها. لأنك هتواجهها في شغل تاني وثالث ورابع. السيستم قاعد. أنت اللي مش فاهم. وهتعيش حياتك مطارد من شغل لشغل ومش هتلحق ترعطينة فمش هتنال منها حاجة. يا دوبك بتكمل كم شهر؟ سنة سنتين في الشغل دوه. بتلقي نفسك. مش طيقه. المشكلة أنك أنت شخص متقلب الأمزجة. أنت شخص مش فاهم مبادئ الكتابية. بتتفتح نفسك عشان حاجة جديدة وتعتاد عليها فتزهق منها. نفس السيستم ده هتيجي بعد كده تعمله في جوازك. مش هنفع تغير مراتك. أنك تزهق. أنك أنت مش فاهم كيف تستلز بما لديك. السيستم ده كارثي. عشان كده كتاب يتكلم عن نهايات الأمور وبدايات الأمور. رجعوا وسمعوا الوعظات اللي فاتت. عن خلاص النفس. أمثال 14 وعال 23. في كل تعب منفعة. كلام الشفاتين إنما هو إلى الفقر. أنا أقول هالك في ترجمة تانية. أي حاجة بتحط إيدك فيها هتربح منها. أوعى تقول أنا بخسر. حتى لو ظلمت وتاكل عليك مبلغ. أو بيحاولوا يخلوك يردموك وإنت عايش كده. لو أنت فاكناك بتتردم وأنك أنت بتدفن. في ناس كتير قوي جواها نار وغضب تجاه الشغل وتجاه أشخاص معينين. وتقلبت الانتباه بدل ما تتشوف الروح قوز يتكلم زي على الشغل ده. وتعرف تتحرك فيه وتبقى أنت ما تقزيش من اللي بيحصل فيه. تبقى أنت بتنال منه النار اللي بتحصل فيه. لأنك أنت طريقة تفكيرك مفتحة على أروح شريرة. بتسمع كلام الناس. كتاب يتكلم أن الكلام عن الآخرين لذيذ بيدخل إلى بطل الشخص ويدخل إلى بقه ويبقى تحاول إلى حصى وتوب. المؤمنين متبهدلين بسبب الكلام ده. أنهم مش فاهمين كيف يغلقوا الأفكار والأبواب اللي بتبقى واحد بيحكي معاك. فأنت خجلان منه وانا كنت تقوله أنا مش مقتنع بلا أنت بتقوله وأنا مش ممشي معاك فلا أنت بتقوله. ليه؟ خايف. بسبب كسرة خبز بتزنب. بسبب أنك أنت خايف علشان لألا تعاقب أو تتأذي بتكذب وتقوله أنا ما عملتش كذا وأنت عملت كذا. في أمور كترة جدا هي اللي جايبالك إيمان ضعيف في حياتك فبالتالي مش عارفت إيمانك من أجل حاجة كبيرة. كتاب يقول كل تعب أو كل شغل دايماً يأتي بربح. ده حق كتابي. هتقولي بس أنا اشتغلت وانا جبتش ربح. يبقى فيه حاجات تانية مجاورة انت مش أخد بالك منها. لأن كتاب يقول ده قانون. كل عمل يربح. كل عمل بيجيب ربح. مجرد الكلام بس العاطل فقط من غير عمل. عارفين أسر بتقعد تحكي كتير والمرة فات كلمت معاكم عن آية بصفر أمثال عن الناس اللي بتقعد تبالغ وتتحمبك كده في الكلام كتاب يقول ما تمشيش مع الناس دي هتقول مش همشي مع حد خلاص عادي ما تمشيش ليست مشكلة أنك أنت تكون شخص أنت مش وحيد لما أنت بتكون في البريك بتاع الشغل الوحيد وقاعد لوحدك الناس هتنجذب للمسح اللي على حياتك لو أنت فاهم كيف تدرمها لكن لو أنت شعر أنك لوحدك وأنك أنت مضطهد عشان المسيحي اللي في المكان والكلام اللي بيحصل لو يبقى أنت مش فاهم الحق الكتابي بتاعه معايا أمثال 31 الكلام اللي هنسمعه في أمثال 31 مهم جدا والسر موجود في آخر أصحاح في آخر أصحاح عدد 30 قبل ما ندخل على المرأة الفاضلة دي كتابي وللحسن غش والجمال باطل أما المرأة التي تعبد رب بخوف فهي تمدح اللي هي كلمة المتقية الرب التي تعبد رب بتقدير واحترام هي التي تمدح هو ده السر وراء اللي هنشوفه دلوقتي في المرأة دية السر هي أنها بتعبد رب إنها في علاقة حية مع الرب ليس الأمر لي دعوه بالجمال الخارجي ليس لي دعوه اللباقة عشان الوقت هقرأ معاكم أعداد معينة بالذات عال 13 الكلام هو للرجل المرأة وتكلم عن المبادئ المرأة دي عال 12 تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين عايزة أقف عند الحتة دي أنت كون راضي عن الشغل اللي أنت فيه وبكامل إرادتك هو سر نجاحك أنت كون راضي عن الدراسة اللي بتدرسها ده من سر من أسر نجاحك إذا إذا كنت نصف قلب وده كتير قوي من المؤمنين على الوضع ده إذا كنت نصف قلب جواك وبتقول أنا مش مكمل كده كده مش مكمل أنا كده كده مش هعمل ده أنت مش بتحرصها أنت مهملها لا تتوقع أنك تأخذ حاجة ولا تنال حاجة منها النجاح يكمل في المبادئ دي وليس من أنك تصلي وتعلن الكلمة على شغلك بس ده جزء لكن الأهم من أنك أنت تكتفي بالصلا بس هو أنك تفهم مبادئ الكلمة وتسلك بيها الصلا مع مبادئ الكلمة هو ده لا يفرح إذن بيدين راضيتين أن تعمل وأنت راضي عن أنت بتعمله حتى لو الأمر فيه عناء حتى لو فيه تعب جسماني أو ذهني افرح ارضب اللي أنت فيه أول ما يحصل كده تلاقي المسحة بدأت تشتغل في حياتك وترقيك وتلاقي نفسك تحولت إلى أيام راحة حقيقية خارجيا بتكلم الأمر هو داخلي الراحة الداخلية قد يكون فيه عناء خارجي لكن فيه راحة داخلية هتاقي نفسك شغال رائع تكلم عدد 14 هي كسفن التاجر تطلب طعامها من بعيد عاملة زي الشخص اللي بيعبي السفينة بتاعته شخص طول الوقت بيقدر يلاقي فين الحاجة دي أعرف أجيبها من الحتة البعيدة دي مش بس كسول عايش على المنطقة اللي هو فيها أقدر أتصرف أجيبها من الحتة البعيدة دي أقدر أجيبها من أماكن التانية إذن هي مفكرة وتقوم إذ الليل لبعض بتصحى بدري لسه النور مشقش وتعطي أكلا لأهل بيتها وتعطي مهام للي تحتيها كلمة فريضة جاي معناها تعطي مهام للي تحتيها إذن هي فاهمة كويس جدا كيف توزع المهام مش كل حاجة أنت لازم تعملها طبعا ما يطلب منك أعمله بس فيه حاجات تقدر تتصرف أنك تقدر توكل مهام وطبعا هنا بتكلم عن لو أنت في مكان قيادي إذن لو أنت بتصحى بدري ده حق كتابي ما تقول ش أنا مش بتاع كده ده لازم تعمله لازم تبتدي ترسم يومك كتاب يتكلم عن أن تبكر اصحى بدري هيدلك ساعات كتيرة جدا تقدر تعود مع رب أن السر بتاع الست تبتدي إنها بتعبد رب بخوف إذن السر بتاعك أنك تشتغل بأيدي راضية هو أن تعبد رب أن تكون في علاقة حية مع أن تقدر تكتشف الأماكن البعيدة اللي فيها الحاجات المخفية بمعنى تقدر تجيب معلومات تفيدك في شغلك عشان كده تحق كتابي لما تفهم العلاقة ما بين أن أنك تكون حار روحيا مبين أن أن تكون في شغلك ناجح حار روحيا المعنى الطول اليوم أن تفكر في الروح القدس وتتكلم معي تتأمل حقلا فتأخذه بثمر يديه تغرس كرما ترجمة تانية دايما بتفكر في حاجة تانية بجوار اللي بتعمله لا تهم لدي ولا تهم لدي هي شغلة في الحاجة اللي في ايديها وفي نفس الوقت استباقية بتشوف أقدر أعمل ايه تاني بجوار اللي أنا بعمله ايه تاني مش بس اهو الطلب مني كذا حاضر عارفين النغمة دي ده عكس الاية خالص لكن ما تتبص ايه تاني ازاي اعمل الحاجة دي وخليها ثابتة ازاي تأسس حاجة صح عشان اللي بعضية يستفيده لان أنا بترق وبجبر وفي ناس تانية هتدخل في نفس المكان ازاي اعمل حاجة تأسسية صح مش بس بتشتت بالحاجات التانية الجديدة تتأمل حقلا معناها بتفكر في حقل تاني عايز اخدها في حاجة تانية في مستوى اعلى تاني عايز اوصله طول وقت وانت بتفكر بالصورة دي وانت بتذاكر او انت بتشتغل او بتخدم هتلاقي نفسك بتسبق الوقت مش الوقت هو بتفاجأ بالكارثة حصرت شخص منظم بتعرف تحط المهام بالصورة صح بتعمل إدارة لوقتك بتصح بدري بتقدر تعمل كذا حاجة سبعت تنطق ها قويها بالقوة وتشدد ذراعيها وتعود تتشدد تقول انا مش ههبط ترجمات تانية بتقول انها تتشدد روحيا وذهنيا وجسديا وتحافظ دايما على المهام التي يعطيها الله لها تجعل ذراعيها قوية تمنتشر تشعر هاقف عند الكلمة دي حالا تشعر ان تجاراتها جيدة سراجها لا ينطفق في الليل الأدق من كلمة تشعر هي جاي معناها ترى مسبقا وتزوق الأمر وتشوف الأمر هل ينفع ولا مينفعش هل مجدي ولا مش مجدي هل الأمر ده مفيد ولا مش مفيد كلمة تشعر مش دقيقة ما معناها أنها بتتزوق الأمر بتشوف الحاجة بدري بتشوفها وهي موجودة فيها وبتشوفها بدري تتعامل معها بصورة عملية ها الحاجة دي تنفع ولا ترجمات تزوق ما أنجح ترجمات عربي تزوق ما أنجح تجارتها إذا أنت شخص طوالوقت مش بتعمل الحاجة أهو ده اللي بتطلب مني لا أنت تشوف الحاجة التي بتعمل هذه صح أو لا اعمل ترجمات عن نفسك راجع عن نفسك هالحاجة دي فعلا أنا قمت بها صح أو لا مش أهو انجز تلاقي أخطاء بعد كده عيد ورا نفسك تاني وشوف دوق الحاجة تماعن فيها 19 تمد كفاها الفلكة هي بتتكلم عن طريقة شغل هنا في المغزر يعني تبسط كفاها للفقير تمد يديها إلى المسكين أو البائس هو الفقير بس بطريقة شديدة لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها مجهزين سابقا لابسون حللا تعمل نفسها مشيات لبسها بوس وأرجوان اللبس دو عبارة عن لبسك كهنوت الكتاب يتكلم أن هي بتصنع علاقة صح مع روح القدس وكل حاجة بتعملها بغرض إلهي الطريقة اللي بتكلم بها هنا مش بتكلم عن حاجة عادية كتان وأرجوان ما بتكلم عن شغل يخص الله مش بتفكر وبس أنا علي أشتغل لسنة الحياة لا لو أنت فهمت المبادئ الصح عن الشغلة تلاقي نفسك بتتعامل معايا بهيبة وفي نفس الوقت حاجة إلهية تنجز فيها 27 تراقب طرق أهل بيتها عندها حنكة وزاي بتبص على الدنيا ماشية زاي بتعمل وتتابع الحاجة تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل جبها لك من ترجمات تانية عشان دي الحاجات اللي بيقع فيها كل المؤمنين اللي انت بتسمع عنهم بيعانوا ترجمات تانية بتجيبها ازاي ليست تأكل عارف يعني ما بتاكلش من الكلام دو دا اللغة اللي جايب بيها الشاهد دو ايه الكلام دو انها مش راضية انها ثرثارة لا تأكل من هذا النوع من الكلام انها طول الوقت تتكلم على الآخرين او تسمع ناس تتكلم على الآخرين ولا تكون غير راضية ولا شبعانة باللي هي فيه والتالتة مهمة جدا لا تسمح بالشفقة على الزات مؤمنين لما بيقعوا في الحتة دي بيفشلوا في الشغل بتاعهم الشفقة على ذات شوف انا عملت كتير هما ما عملوش حاجة معايا شوف انا عملت كذا 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 دا انا انا بعرف اعمل الحاجة دي افضل وعملتها بس محدش بص في وشي ولا داني اي كلمة متح انت ماشي طريقة مبادئ في الشغل بتاعك غير كتابية اش كنت بتوعاني بتأكل من هذا الخبز لكن الكتاب بتكلم انها لا تأكل من هذه النوعية من التفكير طول وقت شايفة في متشددة الزراعين معناها بتقوي نفسها بتقوي نفسها انا مش فارق معايا انا بعمل حاجة صح دي المبادئ انت تتحرك بيها في شغلك دي المبادئ انت تتحرك بيها وتبقى متوقع انك تلاقي نتائج في شغلك افتح معايا كلوسي بعد ما بتسمع الحق اكتابي دو حياتك تختلف بتنفسك بتعمل بنجاح كلوسي الجسد لا بخدمة العين كما يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب خلينا ارهاركم الترجمة تانية ايها العبيد اطيعوا في كل شيء الناس الارضية اللي فوقيكم ليس فقط حينما تكون اعينهم عليكم كمسرين ليهم امامهم فقط بل كونوا موحدين في الغرض واحدوا قلبكم وبكل قلبكم بكل العزم بتعملوها تقديرا للرب وليس عشان الناس عشان كده الشخص موجود او مش موجود اللي هو المدير بتاعك او اللي فوقيك انت بتعملها للرب انت بتعملها تقديرا للرب وليس بتعملها تقديرا للمدير بتاعك لا يخليك مترتبكش لو هو طلب منك حاجة فجأة لانك انت قولي دي ماشي صح لانك انفسك ماشي صح هتكلم حالا عن الناس اللي هي لديها البزنس بتاعه والشغل بتاعها بتعمل ايه بتكريسكم له بالكامل وكل ما فعلتم على الثلاثة عشرين فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس اعملوا اي مهمة ترجمة تانية اي مهمة تعطى لكم تعطى لكم اسف اعملوها بكامل القلب كأنه امر بتعملوا للرب وليس للناس دي هتحل مشكلة ضخمة عند الناس كتيرة يقولك انا في الخدمة رائع لكن في الشغل بلاقي نفسي محبط لانك مش فاهم المبدأ دو بلاقي نفسي مش فاكر ازاي تتعامل الحاجة دي لاني قلبي مش هنا لكن اقدر افتكر شواهد كتابية اقدر افتكر الحاجة دي لان قلبك ليس بالكامل في الحتة اللي انت فيها قد تكون زي ما حكيت المرات اللي فاتت قد تكون طول الوقت فاكر انك انت مش في المكان الصح قد تكون فاكر ان كوني اشتغلت بإذا انا كده دخلت العالم في اوسع ابوابه او قد تكون فاكر اني الشغل دو ما احسن لي كنت اعط صادق كلمة خمس ساعات دولة ولا ست ساعات دولة ما كنت اعط صادق كلمة ما انت عندك بقيت اليوم عشان كده الاعذار ولا تأكل خبز الكسل دو لا تأكل منطرقتي التفكير دي لا تكون شخص طوالوقت مش راضي عن حالك لا تكون شخص طوالوقت يا اما تبقى مية في المية اما صفر عارفين في ناس مستر بيرفكت في ناس دلوقت انا عايز الحاجة بيرفكت فلا يقبل اقل من مية في المية ما عندهوش مرونة بيضيع دينية التدرج اللي روح قص عايز يطلع معاه فيه يبتدي يقول انا كده انا فشلت في الحاجة ليه عصدي انا ما عملتها مية في المية عملتها 98% بهذا صفر في نظري لا روح قص بتشتغل فيها تحط ايدك فيها هتصل الى مية في المية قريب لكن طول ما انت بتحكم عليناها صفر النهاردة انت بتضيع فترة تمرين رخص بيشتغل في حياتك كل عمل يربح كل حاجة بتعملها بتعملها للرب وليس للناس وانت فهمت المبادئ دي تلاقي حياتك صارت عليا حسب الدعوة اللي انت دعيت اليها علمي انكم من الرب ستأخذون جزاء المراس لانكم تخدمون الرب المسيح نعم دي خدمة اوه انت بتتحرك انت تفعل دوة للرب والمكافأة هتبقى من الرب اما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محبا لا يوجد محبا اللي ظالم هيجي الوقت والامر دو هيكون بينقالب عليه ايها السادة قدموا العبيد العدل والمساواة بتكلم الى اذا كان الشخص اللي سامع الرسالة دي في كلوسي واحنا النهاردة اذا كان هو بيقود ناس تحت قدموا العبيد العدل والمساواة عالمين ان لكم انتم ايضا سيدا في السماوات فكر في روح القدس دايما اذا العبد يفكر في روح القدس والسيد يفكر في روح القدس حط في ذهنك المبادئ داي هتلاقي نفسك انت بتعمل حاجة صح مش بتشك فيها وتلاقي نفسك بتنجز المهام بتاعتك بصورة صح حابب اقرأ معاك وكمان طبعا اذا كنت شايف انك مش قادر تستحمل على الوضع اللي انت فيه دلوقتي سواء تقول انك مش قادر قطيء الشغل دلوقتي مش قادر اوكي انت محتاج روحيا انك تعالج في الامر دا ماذا عن التحديات اللي انت بتواجهها في شغلك سواء فيه تحدي في الشغل نفسه او تحدي فيه سيستم الادارة في الشغل بمعنى انك مفترض تاخد حقوق لك مفترض انك تترقى مفترض انك تاخد مثلا حوافز او 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 ظلمت او تقدم فيك شكوى اللي انت تعمله افتح معي تمساوس الاولى اتنين محتاج اولا طبعا تبقى فاهم يعني ايه صلاة فاهم يعني ايه الصلاة بتنجز المهام فبالتالي احنا مش بنقول كلمة متدينة اسمها صلاة انت بتفاهم فن الصلاة تعرف ازاي تصلي وتجيب الحاج تمساوس الاولى اتنين وعدد واحد فاطلب اول كل شيء معناها ايه اول كل شيء يعني معناها اللي تكون دي طريق تفكيرك اول ما تواجه موقف او مشكلة او حاجة اللي تجري عليه في الحال صلي الصلاة هيحصل فيها ايه انك بتاخد الحاجة في روحك بتسمع تعليمات الروح القدس ده لو فاهم يعني تصلي صح ولا يسا الصلاة اللي هي يا رب بارك الاكل والحاجات اللي هي تدينية للأسف الناس بتعملها تأديية واجب مسامحني احتياطي لو انت فاهم يعني ايه الصلاة وعلاقة مع راح القدس اول حاجة تلقى اول كل شيء لما يجب اول كل شيء يعني دي اول حاجة رخصه لك اهدى ما تعمل حاجة رخصه ممكن يقولك اتحرك وتكلم عفلان في وسط الصلاة هتلقوط الحاجات دي هتاخد الحاجة في روحك اذا كانت معضلة ما في الشغل اذا كان امر مطلوب منك مهمة تبدو صعبة ومعضلة ضخمة جدا صلي وقول انا مختلف انا هقدر عليها لما تسمع وتأكل من خبز الناس اللي حوالي وقولك ايه اللي بيقولوه طلبين مننا حاجات تعجزية ايه الكلام ده للأسف انت فاشلت في الحاجة اللي روح القدس حطك في المكان دي عشان تكون ملح ونوش في المكان دي لا تأكل من هذا الخبز لا تسمع لهذا الكلام اللي ناس بتقوله حواليك وتقول الكلام ده صعب وانتش يقدر اعماله لما يقولوا كده انت تقول عكس كده لقض في روحك حاجة ما يجي الاول كل شيء دي اول حاجة تروح ليها مش تروح لفلان صاحبك ولا ترفع سماعة التليفون وتقول مش فاهم مش عارف في ايه صلي صلي قد تكون في الشغل مش هينفع تصلي في الحال انت لو في علاقة حية ما روح القدس انت بتعمل دوة في روحك وتبتدي تاخد دوة في روحك وتقدر تسمع على روح القدس مش لازم تغمض عنيك في الوقت دوة انت بتلقض في الحال من روح القدس لو عرفت تختلي بنفسك اعمل كده ولفظ كلمة اول كل شي اذا في تاني اول كل شي انت قامت قبل اي حاجة لكن كمان في حاجات تانية هي انك تعمل مبادئ كتابية تتحرك فيها اطلب اول كل شي انت قامت لبط وصلاة وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس لاجل الملوك وجميع الذين هون في منصب لكي ركز مشيئت رب ليك انتحي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقاش رب عايز دوليك انتحي حياة هادئة مطمئنة في كل تقوى ووقاش وده مش هينفع يحصل غير لما تاخد وقت مع روح القدس حتى لو في اضطرابات هتكون انت مش بتدوق منها لانك بتاخد وقتك في الصلاة الصلاة افتكر معايا كلام قولنا قبل كده رب الحاجة لا ده انت بتلقط رب عايز ايه وتجعله يدخل في الموقف في الارض وتجعله الامر حصل تغيير فيه انت ممكن تشيل ناس من كرسي ممكن لو انت الشخص اللي فوقيك شخص فاسد او شخص مش صح بتتكلمش عنه في ظهره صلي كله يتكلم عنه انت بتتكلمش عنه صلي صلي بالروح صلي بالألسان روح كدس يعرف اسرار اللي حصل ايه بيخليك انت ما تتقزيش وتكون انت بتنجز القمش ابتدي افهم هتواجه ظروف في الحياة هتواجه الفن هو كيف تتعامل مع الظروف دي السر كيف تتعامل مع الظروف دي هي انك تاخد وقت تسمع من روح القدس يقولك ايه اذا كنت في مادة صعبة بتذكرها صلي بالروح وبتدي شوف الامر دو تم السيطرة عليه ازاي تلاقي الحقوص بتدي لك فهم في الحاجة الدين نثقوا انك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع اخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الانترنت lifechangingtruth.org كما يمكنك ايضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك او تليفونك المحمول متوفر لدى كل من انظمة اندرويد واي او اس لا تتردد في كتابة اسئلتك اختبارك او طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع او عبر الايميل contact us at lifechangingtruth.org نحن معك لمساعدتك ان تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من اجلك الرب يباركك اشتركوا في القناة